الطاهد الصين أقلية الأيغور المسلمة في إقليم شينجيانج وفي خارجه منذ فترة طويلة ومؤخرا وبعد بدء التحركات الدولية والشعبية وكي تؤمن لنفسها مخرجا من هذه الأزمة على الصعيد الدولي اتهمت السلطات الصينية هذه الأقلية بنشر تطرف والتعاون مع المتطرفين في مناطق التوتر هذا الاتهام وجهناه إلى مجموعة من الناشطين الأيغوريين خارج الصين ما كان ردهم كيف ردوا على المتشددين تحديدا والذين يستغلون قضيتهم لنشر تطرف نحن فقط شعب يطالب بحقوقه الطبيعية نطالب بحقوق الإنسان ولا علاقة لنا بأي فصيل متشدد ومن ينضم إلى أي مجموعة مسلحة لا يمثل الأيغور بشيء أيغور بريء من التطرف والتشدد ولا يريدون شيئا متطرفا أو متشددا في تركستان الشرقية أيغور 30 مليون أيغور في تركستان الشرقية يمكن أن يكون فئة من الناس أو من الشباب متطرفا أو متشددا ولكن لا يمكن ولا يعقل أن يدعي كل 30 مليون تركستانيون أو الأيغور متطرفين أو متشددين وموقف الأيغور بهذا التشدد والتطرف بريء الأيغور أصلا يحب السلم والمحبة والهدية لا نريد أن نعطي قضية اتهامنا بالإرهاب والانتماء لمنظمات متطرفة أكبر من حقها لأن عدونا معروف وهو يسوق هذه التهمات ضدنا نعم يمكن أن يكون هناك قلة قليلة إيغورية في مناطق التطرف ولكن هذه الفئة لا تمثلنا لأننا كشعب إيغوري نسير على الطريق الصحيح من ناحية أخرى الحكومة الصينية دبرت هذه القضية والدليل أن هؤلاء الذين انتموا إلى التنظيمات المتطرفة خرجوا بشكل غسمي من الصين والعالم عرف أن الحكومة الصينية دبرت هذه القضية لتسيئة إلى الشعب الإيغوري في العالم نحن نريد مقاومة سلمية لسلطات الصينية ويهجب أن يعرف الجميع أن الصين ليست كما تظنون إنهم مخادعون يتقنون هذه اللعبة الصين تتهم كل من يصلي ويصوم بالتطرف ولكن في الحقيقة نحن لا نعرف ما هو التطرف نحن شعب محروم من كامل حقوقه والصين هي التي دبرت إرسال مجموعة من الشباب إلى مناطق التوتر كي يحرم شعب الإيغور من دعم المجتمع الدولي الشباب الذين يذهبون إلى مناطق التطرف هم فئة قليلة لا يمثلون شعب الإيغور الصين دفعت بهم إلى هناك لاتهامهم بالإرهاب اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة